في مقبرة بشرق الصين يستمع سيكوو إلى صوت ابنه الراحل على هاتفه لكن ليس عبر مقطع صوتي سجله قبل وثاته بل بفضل الذكاء الاصطناعي وعلى غراره وزوجته يستخدم عدد متزايد من الصينيين الثكال الذكاء الاصطناعي ليستعيدوا بعض مظاهر الحياة لأحبائهم المتوفين بالنسبة لوالد شوانمو الهدف يقضي بإنشاء نسخة افتراضية عن ابنه تتصرف مثله تماما تتصرف قاعدة زبائن شركة سوبربرين للأشخاص الثكالة إذ تضم أيضا أشخاص يشعرون بالضيق بسبب عدم القدرة على تنضية وقت كاف مع أبنائهم أو حتى عشاقا يريدون رؤية الحبيب السابق مرة أخرى تتصرف قاعدة زبائن شركة سوبربرين بين 1412 دولارا إلى 2824 دولارا لإنشاء صورة رمزية أفتار عادية في حوالى عشرين يوما بحسب تشانغ فيديوهاتف يام الأسبوع خلال من الإعاء المñان تتصرف كما تستخدم تغيظوهات في حديث حسب يوم من المنزل نسخي ترتفع بحسب قدرة زبابة تنضية تردام الحبيب المدينة تتصرف من خلال الزجاج تتصرف كان بحسب قدر العمل اشتركوا في القناة